السلام عليكم مرحبا بكم معي في وصفة جديدة على قناتكم صفاء دليس سعوة شاركو بروكا والله يدخل عليكم رمضان بصحة والسلامة وشنو ما كنتمناه يا رب الى ما زال ما وجدتو سللو فانا جدلكم طريقة سهلة ممكن تحضروا بها سللو وكيجي لديد بزاف ولكنتو كنتو تزوروا القناة الاول مرة فما تبخلوش عليها بالاشراك وتفعلو زل جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات ندوس معاكم باش نشوفوا المقادير لطريقة تحضر بالنسبة للمقادير او لهذا الباك اللي انا غدي نستعمله فانا اخذيتو من عند واحد صفحة في الانستاقرام اسميتا غين اند نوتس غدي نخليلكم رابط ديال الصفحة ديالها لتحت صندوق الوصف وبالنسبة لهذا الباك هادا فهو فيه كيلو هاكدا ديال دقيق اللي كيكون محمر او مغربا يعني واجد كين كيلو ديال زنجلان اللي حتى هو مغسول ومنقي يعني واجد ما كيبقى ديال غير نحمر ونطحنه كين هنا نص كيلو ديال لوزبلدي كين هنا هادا سوكر دو كوكو ولا سكر جوز الهند كين نافح حبة حلاوة اللي منقيين محمرين ومطحونين كين القرفة مطحونة وكين اكيد القوزة نمطحونة والمسكة الحرة وكين حسى العسل انا نسيس ما صورتوش غادي نوريه اليكم في الاخير فبالنسبة لطريقة اللي غادي ندير معاكم فغادي ناخد زنجلان وغادي نحمره كامل كين نديرو هاكدا في الفران انا اسهل طريقة كين ديرها باش نحمر هاكدا زنجلان للوز هي الفران كدخلو على نار كتكون مهيلة كتقو مرة مرة كتجبدو هاداك صينية الفرن كتقو هاكدا كتتحركو هاداك زنجلان باش كتتحمر بطريقة متساوية حتى كتتحمر ليكم ضروري ما كنحمروه بزيان هنا من بعد ما حمرته غادي نحاول نقسمو هاكدا على ثلاثة غادي نحاول نخلي كميه كبيره يعني تقربها نصف كيلو غادي نخلي هاكدا بوحده هولي غادي نطحنوه مزيان وغادي ندير الكيميه اللي بقت غادي نقسمها على جوش فهذا غادي نطحنوه مزيان حتى كتلق الزيس ديالو واحد غادي نهرمشو يعني كنطحنوه شوية واحد غادي نخلي هاكدا بالنسبه اللوز غادي ناخد نصف الكيميه يعني هنا عندي ربع كيلو تعلوز غادي ندخلو الفران غادي نخليه حتى يتحمر ديما على نار مهيلا نخليه يتحمر كميه اللي بقات لي تعلوز فغادي ناخدها نضعها في كاسره ندير فيها هاكدا ماء ساخن ونماء مغلى ونديرها على نار حتى كسب لي هذيك القشرة تعلوز هاكدا بدتك تفسخ ولا كتتحييد بعد كنغسله مزيان عد كمده كنقشره ولا كنفسخه باش هكدا ما كانحتاش نغسله مرة اخرى هدا كتراب كامل كتحييد منه هنا غادي نحاول نشفه مزيان وكنوضعه في صينيات الفرن انا هنه ما غاديش نقليه فغادي ندخله الفران كندير فيها هكدا القليل هكدا من الزيت غا شوية وكندخله الفران كبقى مره مرة كنحركه حتى يتحمر بحل مقلي سماما بالنسبة للوز اللحم مشفه بالقشرة سنأخذه هكدا ونحاول أن نطحنه حتى تطلق الزيت بحل قليلا هذا هو الشكل ثم نأخذ كيميات على الزنجلان بالنسبة للزنجلان تستطيعها لا تستطيعها تستطيعها على هذه الكيميات التي ستطحنها جيدا لكي يجب أن يكون الزيت تكسر نأخذ اللوس الذي حمرته في الفرن نرى كيف يأتي بحل المقلي دع كيميات قليلة فقط للزين والكيميات الأخرى كاملة سنهرمشها لكي يأتي بحل المقلي سوف نحفض به نحتاج الزبدال يجب أن نضيف الزبدال بحل المقلي يجب أن تكون الزبدال يجب أن تكون الزبدال لكي لا يجب أن تكون الماء يجب أن يكون الماء و لأحليب يمكن أن يخسر لنسبة للاسل الماء سوف نعود معكم كيلو تقليق نحمر فضل المقلي يمكن أن يحمده لذنجلال بطعم الزبدال كيمية الزبدال وضل المقليل كيف يأتي تكلم كيف يأتي تكلم بالأمور الوز حمار ثقائية زيته كمية على اللوز حمر صحتها في الفران وهرمشتها وخليت منه غيرها لتزيين هنا عندي سكر جوز للهند وهذه يقرعة على العسل اللي تجي معه هذا الباك عندي هنا نافح حبة حلاوه وعندي هنا القرفة بالنسبة المقادر سنجد منكم مكتوبين لتحت الصندوق الوصف إذا أريد الكيمية بالنسبة لكيلو ساعة دقيق هنا القوزة والمسكة الحرة هي هذه هنا فكي يكون كل شيء واجد ما كيبقى ليا غير نجمع هذا خديد ساعة دقيق وضعتوها هكذا سنضيف لي النافع سنضيف لي حبة حلاوه بالنسبة لكيلو ساعة دقيق فكنديرو فيه تقريبا نربعة المعالق نافع هكذا يعني متحون وربعة المعالق قدير حبة حلاوه ضفت القرفة سنضيف هذا السكر سكر جوز لهن تستطيع استعماله سكر سقيل يعني ليس بالدرورة هذا غير هو هذا الباك هذا يتعطى معه هذا السكر هذا وكي يكون صحي أكثر ضفت القوزة نضيفه من الملح ونحرك جيدا المكونات الجافة مع بعضياتهم ونحرك بعد ما نخلطه هم نضيف زنجلان ونلوز حتى يتجدون الزيوز بالنسبة لذنجلان يساعدون على أن نسل يحتاج دهون أقل يعني هذيك الزبدة والزيت اللي غديرو كيحتاج اقل لان هذو اصلا كيكونوا طالقين هذك الزيت ديالهم فكنخلطوهم زيان هكذا مع بديتهم بعد كنضيفو الزبدة بعد ما كتكون بردات يعني الزبدة بغنوازات حتى كيولي اللون ديالها دايبي كتجير ريحة ديالها جميلة بزاف وضروري ما كتخليوها حتى كيولي هكذا اللون ديالها باش ما كتخسرش ديكم سلو من بعد وبالنسبة الزبدة فكيبقى القياس على حساب اللي بغيتوا انتوما حيتاش كل واحده كيباش كيبغي سلو كيلي كيبغيه ناشف كيبغيه مثلا ميددم فانتوما كتبقوا كتزيدوا هكذا الزبدة بشوية بشوية حتى كتحصلوا على ذاك سلو اللي بغيتو سوى يكون ناشف ولا ميددم على حساب اللي بغيتو في الاخير انا ضفت العسن عندي تمامة 250 جرام ديال العسن ومن الاحسن تسع منو عسن يعني نوعية جيدة ومن الاحسن اللي كنصيبو في الدار عبارة على سكر باش الماداق ديال سلو كيجيكم زبين وكنبقوا كنخلطوا هكذا مزيان باش كيزيد كيطلق هادو كدو هون ديالو في الاخير قاع كنضيفوا المكونات اللي بقاو هكذا مقرمشين ولا ناشفين زنجلان زنجال اللي مهرمش وكنخلطوا هاد سلو مزيان وهاكذا في سلو ديالنا كيكون موجد بطريقة سهلة فكنتمنى انا الوصفات لا اعجابكم كنتمنى انكم تجربو هاد طريقة حاولت نشاركو معاكم بطريقة سهلة وحسب كيميا قليلة لان في الفيديو اللي قبل كنا حضرناه يعني من قبل في السبوع فكنت كيميا شوية كتيرة فهنا شاركت معاكم كيلو واحد كانتمنى انا الوصفات لا اعجابكم وتجربو سلو الى ما زال ما وجدتو فما زال الوقت انكم توجدوه ان شاء الله وتحضروه كيميا هكذا قليلة فكتحتضو بيث علبة هكذا محكمة الغلق تقدموه وقت محتاجيتو في الزليفات وبالصحة والراحة وهكذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو ما بقى الياغي نقول لكم نتلقى في فيديو جديد ووصفه جديدة ان شاء الله وإلا كنتو كتزروا قناة الاول مرة فكنتمنى انكم متبخلوش عليها بالاشراك وتفعلوه زر الجرس بجديدو تشجعوني وبقى وصلكم الوصفه جديدة اللي سنشارك معكم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة